أصوات كتير جداً عليش أنا بحب الفلاش باك هرجع معاك فلاش باك شوية أصوات كتير جداً كانت بتقول إن الأهلي بعيد عن التأهل حتى أتجاوز مرحلة دول المجموعات وأصوات كتير جداً قالت إن الأهلي مش مرشح السندي للمنافسة على لقب البطولة بمجرد ما تخطى الأهلي دول المجموعات مش بأتكلم بس على جوة مصر بأتكلم حتى على أصوات برى مصر وخصوصاً شمال أفريقي أصوات كثيرة بتاتي تكلم عن الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة السنة تفسيرك لده إيه؟ التفسير لأن نادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي والزعيم الأفريقي ويخوف أي حد من البطولات اللي أخذها ومع داعهم يعني كله كان بيكلم على فكرة أنه يتمنى أنه ما يقعش في طريق نادي الأهلي في الأدور الأقصائية في دور الأبطال طبعا لأن نادي الأهلي لو مشي في السكة بتاعته وحط رجله على أول الطريق لا يخوف طبعا يخوف أي فرقة وبعدين لو جينا بالنسبة لنادي الرجاء والنادي الأهلي أداءهم ونتيجهم في دور المجموعات الرجاء من أحسن الفرقة على المكاملة اللي عملت نتيجة 16 نقطة أعتقد من 18 في دور المجموعات أكتر فرقة جابت جوان أقل فرقة جي فيها أهداف عكس النادي الأهلي كان فيه شوية التعصر بالذات مرات الهلال السوداني اللي خسرناها هناك ولكن دي مرحلة وعدت انت جيت الفرقة اللي عاملة في دور المجموعات أحسن نتائج أكتر جوان ما خسرتش كسبانا كل ما تشات قدام النادي الأهلي المخيف الوحش الأفريقي لا بيبقى فيه فرق فرق في الخبرة فرق في السقة فرق في تعود اللعيبة ومن تاريخ النادي الأهلي على مر العصور إزاي أنت السقة اللي عندك بيجيلك من كم البطولات اللي أنت خدتها من قبل كده وهو ده الفرق بين النادي الأهلي وأي فرق عشان كده يخوف أي فرق كنت بقول في أول حلقة يعني مش هكلم على الأهلي وتاريخه وبطولاته وأجياله هكلم على الجيل ده الجيل ده نفسه نفس اللعيبة نفس التيم ده عد كل الفرق اللي موجودة معه في المربع ده يعني أنت في التلات نسخ الأخيرة من بطولة دوري الأبطال تجوزت الوداد وتجوزت الرجاء وتجوزت الترجي وتجوزت سانداونز وتجوزت معهم في الطريق كده الزمالك وتجوزت معهم كايزر شيبز يعني اللعيبة دي وجهت كل فرق وجهت كبار أفريقيا واستطاعت أنها تتجوزه اللي عايز يعرف الفرق ما بين لعبة النادي الأهلي على مدار العصور وأي لعيبة تانية على مستوى الأفريقي أو المستوى المحلي شوف وشوش اللعيبة قبل ومتلعب الماتش يعني لما بتيجي الكاميرا على لعيبة الفرقتين وشوشهم قبل بداية اللقاء شوف وشوش لعبة النادي الأهلي مدى السقة اللي فيها عاديين مش متوترين وشوف اللعيبة وشوش اللعيبة بتعفير تانية تيشيرت بديدي سقة والجمهور بدي سقة وكم البطولات على مدار تاريخ النادي الأهلي دي بتدي تقلو سقة فاللعيب نازل واثق من نفسه واثق في جماهيره واثق في إقدارته واثق في إمكانياته كل الكلام ده بيفرق مش تقليلا مش تقليلا والله من الأندية الأخرى لكن بالنسبة لي بأعلمة استفهام لأنه ما فيش نفس النوع الضغوط يعني نادي بيرامدز نادي فيوتشر وهم تجربتين بالمناسبة على مستوى الكرة أعتقد أنهما إلى حد كبير أضافوا للمسابقات المحلية وفي ناس بتشوف مثلا فريق زي بيرامدز على أنه أفضل سكوات في مصر وفي ناس بتشوف فريق فيوتشر على أنه تجربة واحدة جدا وأنا بشوف أنهما عملوا إضافة للكرة في مصر لكن في النهاية لما بشوف مستوى الإخفاق الإفريقي بالنسبة لي علامة استفهام رغم أنه ما فيش حجم الإجهاد والمجهود المبزول زي مثلا فريقة النادي الأهلي ولا فيه حجم الضغط الكبير جدا اللي موجود على اللعبة زي موجود على لعبة النادي الأهلي خروج فيوتشر خروج الزمالك خروج بيرامدز من البطولات الأفريقية يعني خلينا بالأخص بالنسبة لبيرامدز وفيوتشر بالنسبة لي منطقي أنهما حيبقى صعب عليهم جدا الوصول أنهما ياخدوا بطول أفريقيا مفيش العامل الأساسي اللي هو الجمهور الجمهور غير موجود الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد لأي فريق هو السند ليج للعيبة اللي جواه الملعب اللعيبة بتاع البرامدز وفيوتشر بيلعب وكنهم أنا بقول لكنهم متعريين مفيش جمهور في ظهرهم مفيش جمهور يديهم دفع يأذرهم يشجحهم وهي دي طبعا مشكلة كبيرة جدا كمان برح تفرجنا على بيرامدز أنا تفرجت فرقة اللعبة بيرامدز على فكرة مش فرقة مش وحشة فرقة اللي هي بتاعت جنوب أفريقيا حاش اسمع عنها لا أنا بتكلم على الأداء مش السامع لكن الأداء أنا شفت المباراة الأولى لا فرقة كورة كويسة بلعبوا كورة على الأرض بيتحركوا بس مش على سكيل في النهاية مش على سكيل سانداونز مش على سكيل الوداد مش على سكيل ترجي أقل طبعا ولكن أنا كنت عارف أنهم هيتطلعوا بيرامدز من بعد المدش أه طبعا أنا شفت وقست الاتنين وبعدين فرقة بيرامدز في غياب عبدالله السعيد بيفتقدوا كتير جدا تقريبا 60% من الأداء لأن عبدالله هو اللي بيعرف يلعب الناس اللعيبة اللي موجودة زائد افتقارهم للجمهور اللي هي ما بتلعب وبعدين فيه نقطة مهمة جدا مش هيحسها غير لعيب الكورة اللي بيكون لعب في نادي جماهيري معظم اللعيبة اللي في بيرامدز كانت في النادي الأهلي ممكن كانت في الزمالك صفة فتحي علي جب لعبوا مع جماهير اتعودوا على صوت الجماهير سواء في التدريبات سواء في المباريات لما بيتحط في جو الهدوء دوان ومفيش حد بيتفرج عليه قريدي بينزل 60-70% من مستوى الدافع مش موجود الطموح مش موجود لان الطموح بيبقى عند اللعب مي اللي بيديله الطموح نمر واحد الجماهير اللي وراه اللي بتحسبه وبتشجعه ولما بيقى كويس بتوفعه السماء لما بقى مش كويس بيحاولوا ان هم يقنبوه شوية فطبعا بالنسبة لبيرامدز وفيوتشر عدم وجود جماهير تساند هذه الفرق حيبقوا تقريبا في المرحلة اللي هم بيلعبوا فيها مش هقدروا يتقبطوا اشتركوا في القناة